احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الله وليه الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبة فلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ما زلنا مع هذه الحلقات ونعرض كل يوم صفحة من صفحات نحاول ان نتصور او نتخيل ان ابنيس يكتبها ليدجن على المسلمين ايمانهم ويغبش عليهم اسلامهم وينهيهم بدنياهم وان يجعل الاخرة خلف ظهورهم والدنيا امام اعينهم فيكونون من ابناء الدنيا ولا يصبحوا من ابناء الاخرة فالانسان بفطرة يحب امه فبالتالي يحب الدنيا ولا يحب الاخرة سيدنا علي كان يقول كونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان الانسان مجبول على حب امه طيب ابليس يكتب في مذكرته اليوم او نتصور انه هكذا انه يريد من المسلم ان يكون عبدا للدنيا يا الله شوف يناكر ابليس بهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش ان اعطي رضي وان منع صخت يا الله يا الله على هذا الحديث الخطير تعس عبد الدينار الناس يعني كأننا نقلد الغرب تماما يصبح القبلة هي الدينار والدولار والسبحان العملة المال سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق تعس عبد الدينار يعبد شوف الرسول بيشبه عنه ان صار ليس اله ليس هواه اله فقط فرأيت من اتخذ اله هو هواه وظله الله على العلم لا ده اصبح الدينار هو ايه هو عبد هو اله فيرضى ويسخط بناء على مكسبه للدينار وفقده والناس تقدر الناس يقول لك انت عندك دينار تسوي دينار ما عندك دينار لا تسوي شيء يا الله طب يا لديت الدينار بس لا ده كمان تعس عبد الدرهم يعني ان كثر المال فهو عبد الله وان قل المال فهو عبد الله ان كان المال كبيرا او كثيرا هو عبد الله وان كان المال قليلا سألت يا الله يا الله عبد للدنيا مصار الدنيا كل شيء كل تفكيره تعس عبد القطيفة تعس عبده الخميصة اللي هو اللفس سواء الملابس الغالية او الملابس الرخيصة هو عبد لها تعس وانتكس يعني انتكس كأنه واقف على رأسه كأنه كانكوز المنكوس سبحان الله منكس على رأسه واذا شيك فلن تقش الرسول يقول والله هذا الرسول ايه رحمة للعالمين يعني هذا الانسان لو دخلت شوكة في قدمه يدعو الرسول عليه ان لا يجد من ينتقشها له يعني ينزعها وينتزعها له ان اعطي راضي لما تعطيه ابراضي اول ما تعطيه منصب تعطيه مال تعطيه يا سلام يحبك ويا سلام مفيش منك وان منع سخط اول ما يمنع من العمل وبعدين سبحان الله العظيم اول مسؤول ما يتولى يا الله روح كده في اول يوم وهو دخل الوزارة يا ارض انهلدي ما عليك جدي والحاشية والمجموعة الابواق والمنافقين والمزمرين والمطبدين وبك نكون وبغيرك لنكون ونورت المصطحة يا معالي الوزير سبحان الله حلاوة رضاعها لما يرضع من الاول جميلة اول ما يجي له قرار فيجي مدير مكتب ويقول له معالي الوزير يقال ان الوزارة تتغير وانت من ضمن اللي ايه اللي ماشيين لما اوراقك واجمع حاجياتك واغراضك وايه عشان بس ما تترك اثر وراك ايه حتى لا ينقب خلفك شوف الهم والغم اللي بينزل عليه مرارة فطامها لما يتفطن من الوزارة زي الطفل لما يتفطن من ثدي ام لانه كان بيرضع في الايه في كرس الوزارة ويطقطئ لهذا ويمالئ هذا وينافق هذا ويسمع كلمات المديح من هذا الله اعرف وزيرا كان في اجازة في الصيف فذهب الى منتجع معروف الناس اذهب اليه في الاجازات فالوزارة تغيرت بالليل فجأة وهو لا يعرف كان نام بدري ولم يسمع النشر فوضعونه الجريدة تحت الباب رأى ان الوزارة تغيرت وان سبحان الله العظيم هو ليس في الوزارة الجديدة ففتح الباب ينادي على السائق كي يعيده الى العاصمة فوجد السائق اخذ سيارة الوزارة ورجع الى العاصمة تاركا الوزير خلفه لان خلاص الكرسي خلاص انتهى الموضوع سبحان الله يقول لك اعزكم الله يعني الكلب الوزير مات فذهبت كل اعضاء الوزارة والموظفين يعزون فيه فلما مات الوزير نفسه ما ذهب احد يعزه يا الله يا الله يا الله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس اذا شيك فلنتكش ان اعطي رضي وان منع صخت فهكذا بعد ما يخرج من الوزارة يجبوه يستشروه في الازمة الاقتصادية وكان ماسك الاقتصاد وخرب الاقتصاد يقول انا ارى ومن وجهة نظر عميما انت كنت راحل في الكرسي ولا عملت شيء ولا سويت شيء ولا اخرجت الدولة من ورطتها عميز زي بالضبط الخبراء رباني يبارك فيكم خبراء الرياضة برضو نفس القضية كان مدرب للفريخ القومي والفريخ القومي كل الوكسات والنكسات اللي حصلت له نتيجة هذا المدرب اول ما يشيروه من التدريب ويبقى مذيع على الشاشات للمباريات يقول انا ارى كم من الواجب اللعب رقم تسعة يا عميما انت كنت ما فيش ولا نصر حصل للفريخ القومي وانت على رأسه في ناس لا تستحي في ناس الحياء ولا من عندها كما قلنا في حلقة سابقة لا يستحي من الله حق الحياء وانما هو يعني وجه مكشوف انسان كده عجيب سبحان الله لا اله الا انت سبحانه اني كنت من الظالمين فالابليس يريد ان نعبد الدنيا من دنيا والعياذ بالله نعبد المناصب ونعبد الاموال ونعبد في عبدة الماضي عبدة التراث حطه كده الماضي كده تمثال ويقعد يتمنى وكان اجد الباشا وكان جدي مش عد بامي وكان يعمل خلاصة اللي نضع عنك سبحان الله يعني ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقول انا للمجد ثائر او يقول ها انا ذا انا الابني انا اعمل ان شاء الله انا اسوي انا اخطط سبحان الله العظيم هكذا المؤمن الصادق لكن الانسان اللي هو اللي هو عايش في قوقعة ذكر الماضي والمعيشة على الماضي كنا وكنا وكنا وبعدين كنا قادة الدنيا وسادتها واليوم اصبحنا صفرا من العدم ليه لان يجب ان نبني كما يبني اوائلنا ونفعله مثل ما فعلوا سبحان الله اليأس اخترم الصحابة او بعضا منهم في غزوة احد واشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فهل طب احنا نقتل ليه الرسول قتل خلاص نجلس فقعدوا عن القتال فقال للذين يفهمون لا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله شو الهمة وبعد يعني اثار الحمية في قلوب الباقين اكتشفوا انها اشاعة وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال باقيا بفضل الله على قيد الحياة وحدث ما حدث بعد ذلك اذا الانسان يجب ان يطور همته ولا تكن همته دنيا انما همته عليا لا تكن الدنيا اكبر همه ولا مبلغ حرصه وعلمه لا بالعكس هو يستخدمها مطية لكن الانسان يكون عبد للمال يعني على عصابه البورصة بتاعة تندن على خط كذا والبورصة بتاعة تنيويورك كذا وبورصة الطوكيو كذا يعاموا ماله انت تابع بس مش به مش بهذا الحرص خل المالده وسيلة لاسعادك المالده اعطاه الله لك كي تسعد به انت واولادك ومن تنفق عليهم وتسعد به الفقراء وتفتح به المشروعات وتفتح به بيوت الناس وتشغل به العاصلين عن العمل وتعمل به الخير وتعين به المنكوبين سبحان الله يعني وددت ان ان احنا في عالمنا الاسلامي نعمل صندوق نسميه صندوق الازمات دعوتوا اليه من السنوات ولكن يعني يبدو ان المسلمين حمدوا رب العباد ان لهم اذنين يسمعوا الكلام من اذن ويخرجها من الاذن الاخرى انا قلت انا قلت صندوق الازمات ده ايه كل مسلم من المليار ونصف يضع كل شهر دولار واحد في الصندوق وتشرف عليه هيئة عالمية اسلامية اي هيئة عالمية منظمة الدول الاسلامية اي حاجة سبحان الله جهة محترمة معروفة ويجمع هذا الدولار كل شهر عندنا اخر السنة اتنشر مليار دولار سبحان الله يعني كل دولار 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 يعني ايه ادي مليار ونصف مليار ونصف مليار ونصف في الشهر في السنة تمنتاشر مليار بعد خمس سنة يبقى عندنا ما يقرب من تسعين ومائة مليار دولار عندما تحصل ازمة لأي دولة ونقولش نتسول يطلع الايمة على المنابر والمخلصين على الشاشات ويا اخواننا نعم اليوم لا اخوانكم اللاجئين السوريين اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين مش عارف من اصل السنامي اللاجئين في بورما اللاجئين في الصومال لا يقول عندنا هذا الامر ولا نستجدي من هنا ومن هناك في هيئات الاغاثة يقول عندنا اكبر الهيئات لاننا بفضل الله يعني عندنا من الخير ما يفيد ويعم على الجميع ان شاء الله يعني يجب ان نعيد ترتيب اولوياتنا مرة اخرى ولكن للحديث بقية حتى نقف على ارض صلبة ولا نكون عبيدا لا للدنار ولا الدرهم ولا للقطيفة ولا للخميصة وانما نكون عبادا لله كونوا عبادا لله وعبودوا الله ما لكم من اله غيره نقبل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل باذن الله كنوا معي اهلا بكم مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى وكنا نتحدث قبل الفاصل عن هذا الحديث الخطير الذي اورده الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس واذا شيك فلن تقش ان اعطي رضي وان المنعه سخط القرآن خليوا بالكم لم يدعو ابدا الى بغض الحياة بالعكس بالعكس يعني قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيباته من الرزق القصة لطيفة حدثت في القرن يمكن الرابع او الخامس الهجري عالم في الشام فقير الحال على كده حاله كده عنده غور فسكن فيها ويشهر علمه بين الناس عنده مريد من المريدين استأذنه في ان يذهب الى بغداد في تجارة قالوا انت رايح بغداد قالوا نعم قال الله يرضى عنك تمر على الشيخ بتاعي في بغداد ويعني اسمه فلان وتقبل يده ورأسه بالنياب عني وتقول له ان تلميذك فلان يطلب منك ان تدعو الى قال طيب حاضر راح التاجر الشامي تقل على الله ووصل بغداد بعد ما انهى موضوع التجارة سأل عن بيت العالم فلان فدلوه على بيت وجد سور كبير وشيخ كده زي قصر قال يا اخوان انا عايز بيت الشيخ فلان قال هو ده قال طيب دخل بيجي حديقة غناء فيها الزهور وريحين ونفرات وطواويس قال الله يا اخوان نبيت الشيخ فلان قال هو ده قال طيب ادخلوه كده في مجلس بيجي كده تنافس وحاجات جميلة وسججيد غالية الثمن واضح منها وثريات قال الله فجاء له بطعام وشراب وطيب طيب وبعد شوية دخل الشيخ عليه ملابس كده يعني ناصعة البيض ولحيا كده ومعطر ومتطيب أهلا هو بيقارن بالشيخ بتاعه الشام الفقير فقام كده يعني نص نص كده قبل ايد الشيخ بناء على 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 طلب شيخه في الشام وقبل رأس الشيخ وقعد معه شوية قال له أنا جاي من طرف الشيخ فلان تنميذك ويقول لك ادعو له فوجئ هذا التاجر ان الشيخ اعتدل ناحية القبلة قال اللهم اخرج الدنيا من قلبه الرجل وذهب لزيارة شيخه قال له قابلت شيخي قال له قابلته وهل دعلي قال له دعلك قال بما دعلي قال يعني الدعاء عجيب جدا قال ايه ان ربنا يخرج الدنيا من قلبك فاشهش الشيخ بالبكاء قال سبحان الله ان شيخنا في بغداد بارك الله فيه اخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يديه ونحن اسكناها قلوبنا فنزعها الله من بين ايدينا الاسلام ليس ضد الفقر ليس ضد الغنى وليس مع الفقر ولا ضد الفقر ومع الغنى ابدا الغنين والشاقر خير من الفقر الصابر يعني القضية كده الاسلام انتصر بمالي عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومال ابي بكر وانتصر ايضا بزهد عمار وبلال وعبد الله بن مكتوم وعبد الله بن مسعود وابو هريرة يعني الاسلام يتكامل هذا مع ايه بذاك فالاسلام لم يدعو ابدا الى بغد الحياة وانما ايه يعني يعني معرفة قدرها توضع تقدر الضرورات بقدرها يعني الحياة توضع والغنى والفق يوضع في مكانه سبحان الله ويتكامل حب الحياة الدنيا مع حب ما بعدها يعني يعتبر ان الدنيا جزء جزء خلاص وبعدين الجزء الاكبر الاخرة لكن الاسلام وضع ضوابط للتمتع بالحياة ضوابط ولا تجعل يدك مغرورة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط سبحان الله يا سعد بن ابو وقص كان عنده بنات فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله قال لا قال بثلثي مالي قال لا بشطر مالي قال لا بثلث مالي قال والثلث كثير لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحال فنعمل مال الصالح للعبد الصالح هي كده ومع دين ما تجعلش الدنيا والمال هي التي تقيم الناس من ايدها يعني تلوص على رجل كده يقول اه ما شاء الله دي السيارة دي بكذا يبا هو ده رجل ده عظيم جدا والتاني يمشي على رجل ايه لا 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 ده من السوقة والدهماء لا لا تقيم الناس بالماديات لا قيم الناس بما يصنعون في الحياة بما يتركون من اثر في الحياة باللي بيتركون بالبصمات التي يضعونها في الحياة لان اصحاب الابداع في الحياة هم الذين يضعونها هذه البصمات ام الامام احمد لما رأت في ولدها نجابة باعت كل معلقات تغزل وتنفق عليه عشان يتفرغ الى العلم رضي الله عنه ابن حنبل امام اهل السنة ام الشافعية رضي الله عنه ومنسب لآل البيت اخذته الى مكة عشان يتعلم في المسجد الحرام فكان يختب على العظام وعلى السعف النهوة وعلى الاحجار فكل ما يكتب يضع ما يكتب في ركن الغرفة اجر غرفة عشان خلل ذات اليد فقالت له يا ابني هل سوف تظل تكتب هكذا الى النبيت على قارعة الطريق طب لننفعين الحجرة بتضيق انا وانت فاكب الشافعي اياما وكان ذكي الفؤاد ذكي العقل ذكي القلب ذكي الفكر فاكب فحفظ كل ما كتب وجعل الهارد ديسك بتاعه في رأسه بأسلوب العصر يعني فلما حفظ كل ما كتب القى هذا كله بعيدا عن الغرفة واسع الغرفة على امه وظلتها كذا ام الامام محمد ابن اسماعيل البخاري الله يرضى عليه الله اكبر ماذا صنعت كان له اتنين اخوة كبار عنه ويشتغلوا في الصيرفة في التجارة العملة يعني قالت ارى لاخيكم هذا نباهة وذكاء عقل انفقوا عليه وفرغوه للعلم فتفرغ محمد ابن اسماعيل البخاري للعلم وحصلنا على امام البخاري رضيان بايه بنصاحة امه الله هذه الام الصالحة ام الشافعي ام الامام احمد حتى سبحان الله العظيم في العصر الحديث ايضا حتى عند اخوان الى في الانسانية ادس هذا المخترع الكهرباء كان ايه اكتر مراحل المراحل التعليمية الصف الثانية ابتداي وفصل لان مدرس العلوم قال لا 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 يصلح بالعلوم ده فاشل وامه سبحان الله اشتغلت وعملت وانفقت عليه وعمل معمل عنده وعمل التجارب سبحان الله اظن 75 مرة ويفشل في انتاج المصباح الكهربي وبعدين في المرة 76 وصل الى اختراع المصباح الكهربي الذي قلب العالم رأسا على عقل وطور العالم كله وهذا معلمه كان يقول انه فاشل ونيوتن كذلك طرد المعلم لانه فاشل في الرياضة وراح كده على الوراء التفاحة تسقط وعرفين احنا قصة التفاحة نيوتن وخضية الجاذبية ولكل فعل رد فعل مساولة وفي المقدار ومضادلة وفي الاتجاه وتحرك العالم كله فالانسان سبحان الله لما يضع عقله يعني يجب ان ايه ان لا يطلق الدنيا ولا يتركها ولكن يتخذها ايه بقدرها يعني خدامة رعا للخير يعمرها ويقول ان اصطفاف الاقدام في الصلاة بالليل يسوي تماما اصطفاف الاقدام في المصنع امام الالة للانتاج ويرى ان صلاته فرض وقضاء مصالح الجماهير ايضا فريضة لما يسوي يرى ان بناء المصنع كبناء المسجد لان بناء المصنع هو الذي يحمي المسجد ومن فيه لان المسجد هو صلة القلب بربه والمصنع اصلاح حياة الناس وعدم الاعتماد على الاخر وعدم التكسب من الدول الاسف الشديد 49% من فقراء العالم من المسلمين للاسف وعندنا من زكوات المال لو خرجت في مكانها لما بقي فقير في العالم الاسلام فاحنا يجب ان نتقي رب العباد سبحانه وتعالى والزكاة في الاسلام يعني عكسية مع التعب يعني الموظف الذي يتعب ورجو الاعمال الذي يتعب كل يوم وذب الى مكتبه ويلاحظ البرصة والاعمال والاسهم ووالاخره دي طلعت من نصف بالمئة لكن لما يكون عندنا بنايات وابراج بنناها واجرناها يبقى خمسة بالمئة ولما سبحان الله لما تكون ارض زراعية تروى بالآلة يبقى ايه يبقى عشرة بالمئة تروى بماء السماء ما فيه اشتعب يبقى عشرة بالمئة زكاة الركاز اللي هي ابر البترول والمعادن والذهب والمناجم عشرين بالمئة لانا بنفتح نجد الخير عشرين لو خرج صاحب المناجم عشرين بالمئة وصاحب الارض التي تروى بماء المطر عشر بالمئة وصاحب الارض التي تروى بآلة والمستغلات للبنايات والعمارات 5% من صف إرادها وصحب الأموال والتجارة وعروض التجارة 2.5% الله ما بقي فقير في العالم الإسلامي نحن نريد أن نعيد صياغة فهم الحياة الدنيا مرة أخرى ولا تكون هي كلها منها وإنما تكون وسيلة نعمرها بمنطق الآخرة هنا تصح لنا دنيانا اللهم أصح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معاذنا يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أحبة في الله لا تنسوني من صارح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته